السلام عليكم ورحمة الله طلاب الصف الرابع الابتدائي المنهج الجديد ودرس جديد من دروس مادة الدين وهو الدرس التالت والأخير من سير وشخصيات بالنسبة للمحور الأول عن سيدنا هود عليه السلام وقومه كان اسمهم قوم إيه أولاد؟ قوم عاد أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه هودا عليه السلام إلى قوم عاد وكانوا عربا كانوا من إيه أولاد؟ من العرب يسكنون الأحقاف إيه هي الأحقاف؟ وهي جبال من الرمال توجد فين يا أولاد؟ باليمن يبقى تاني أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه هودا عليه السلام إلى قوم عاد وكانوا عربا يسكنون الأحقاف وهي جبال من الرمال باليمن في منطقة قريبة من البحر وقد عرف قوم عاد بالقوة وضخامة الجسم يبقى لو جاء هنا يسألنا يقول لنا بما عرف قوم عاد؟ نقول لهم إيه أولاد؟ عرف قوم عاد بالقوة وضخامة الجسم كانت أجسامهم ضخمة وبكثرة نعم الله تعالى عليهم من بنينا وأنعام وجنات وعيون طيب سيدنا هود كان من ذرية من يا أولاد هود عليه السلام من ذرية سيدنا نوح عليه السلام الذي كان قد عاش بعد الطوفان مع من آمن بالله تعالى ونجى من الغرق وبعد وفاته تفرقت ذريته في بلاد شتى وظلوا يعبدون الله عز وجل حتى أتى قوم عاد وكانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان يبقى الطوفان يا أولاد لما جاء أخذ الكافرين كلهم اللي كانوا موجودين في الزمن ده فضل الناس يعبدوا ربنا عز وجل بعد كده لحد ما جاء قوم عاد أول ناس بعد الطوفان يعبدوا الأصنام بعد كده دعوة هود عليه السلام بعث الله تعالى هودا عليه السلام في قوم عاد ليدعوهم إلى عبادته سبحانه وترك عبادة الأصنام فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون نقرأ تاني من سورة الأعراف وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون بعد كده كانت دعوته لقومه دعوة ناصح الذي يشفق عليهم من عذاب الله تعالى فكان يحذرهم من العذاب تارة يعني مرة يحذرهم من العذاب ويذكرهم بنعم الله عليهم تارة أخرى يعني مرة يحذرهم من العذاب ربنا عز وجل ومرة يفكرهم أن نعم ربنا عز وجل عليهم كتير لازم يشكروه ويعبدوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِّنْ بَعْدِ قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون لكن يا أولاد دعوة سيدنا هود عليه السلام كانت نتيجتها إيه معهم؟ مع قومه لكنهم أصروا على كفرهم واتهموه بالسفة والكذب وتحدوه بأن ينالهم بأذاء يبقى أصروا على كفرهم وعندهم واتهموه بالسفة والكذب وتحدوه بأن ينالهم بأذاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين نقول ثاني قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين يعني تحدوه إنها يحصل لهم أي أذاء لما يكفروا بربنا عز وجل بيكذبوه يعني فأرسل الله تعالى ريحا عاتية أتت عليهم ودمرتهم تدميرا ونجى الله تعالى هودا والذين آمنوا معه يبقى لما تحدوا ربنا عز وجل وتحدوا سيدنا هود وقالوا إنه مش هيقدر يئذين بأي شيء لأن يعني أصروا على كفرهم وإنه أصلا كذاب وما فيش أي كلام من ده ربنا عز وجل رد عليهم بإيه أولاد بريح عاتية أتت عليهم ودمرتهم تدميرا ونجى الله سبحانه وتعالى سيدنا هود والذين آمنوا معه نقرأ مع بعض ما جاء في القرآن الكريم اللي بيقول لنا على ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية نقرأ ثاني وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية يبقى ربنا عز وجل انتقم منهم بعذاب شديد وهو أي أولاد أرسل عليهم ريحا عاتية أتت عليهم ودمرتهم تدميرا نقرأ مع بعض معاني الكلمات يعني إيه ريح صرصر عاتية يعني ريح شديدة وثمانية أيام حسوما يعني متتابعة فضل العزاب أيام وربعضها متتابعة فترى القوم فيها صرعا صرع يعني إيه أولاد؟ موتى كأنهم أعجاز نخل خاوية يعني كأنهم جذوع نخل خاوية من كتر لهم اتضمروا يبقى بعد كده ما الدروس المستفادة من قصة سيدنا هود عليه السلام واحد أن الله تعالى رحيم بعباده يرسل إليهم الرسل والأنبياء لهداياتهم ودعوتهم إلى الطريق المستقيم يعني ربنا عز وجل رحيم بعباده يا أولاد ما أرسلش عليهم العذاب على طول لا أرسلهم نبي من أنبياءه رسول من رسله ولكن هم كفروا به فكانوا يستحقوا العذاب يبقى من رحمة ربنا عز وجل أنه قبل ما يعزب حد بيرسل إليهم إلى قوم بيرسل إليهم الرسل الأول اتنين التكبر والغرور والكبرياء من الصفات المذنومة التي تؤدي بصاحبها إلى الهلاك تلاتة دوام النعم يكون بتذكرها وشكر الله تعالى عليها لما يكون واحد فينا عنده نعمة وعاوز يحفظ عليها وخايف أن ربنا عز وجل يخدها منه لازم يتذكرها ويشكر ربنا عز وجل عليها دائما بعد كده وماذا فعل قوم عاد وماذا حدث لهم نشوف مع بعض يا أولاد السؤال الدرس في سؤال وجواب السؤال الأول من الرسل؟ هم من استفاهم؟ يعني اختارهم الله سبحانه وتعالى ليبلغوا رسالته للناس ليعبدوه وحده سبحانه وتعالى طيب كيف عرفنا هؤلاء الرسل وقصص أقوامهم؟ عرفنا منين يا أولاد؟ طبعا عرفنا قصصهم قصص أقوامهم أو قصص أقوامهم من الإيه؟ من القرآن الكريم يبقى عرفنا الأنبياء دول أو الرسل دول وقصص أقوامهم من القرآن الكريم هو اللي حكنا عنهم ثلاثة من هم قوم عاد وأين كانوا يعيشون؟ هم عرب كانوا يسكنون الأحقاف وهي جبال من الرمال وأين كانوا يعيشون؟ في منطقة قريبة من البحر باليمن أربعة بما عرف قوم عاد؟ عرف قوم عاد بقوة أجسامهم وبكثرة نعم الله تعالى عليهم من بنين وأنعام وجنات وعيون خمسة ماذا كان يعبد قوم عاد؟ كان قوم عاد أول من عبدوا الأصنام بعد طوفان سيدنا نوح عليه السلام إحنا قلنا الطوفان جنظة في العالم من أي كافر بيعبد الأصنام؟ يعني خلاص خلصهم لحد ما جاء بعد الطوفان كل الناس كانوا مؤمنين أول حد بقى عبد الأصنام تاني كانوا قوم عاد السؤال السادس ماذا تعرف عن الرسول الذي أرسله الله تعالى لقوم عاد؟ أرسل الله تعالى لقوم عاد من يولاد سيدنا هود عليه السلام وهو من ثرية سيدنا نوح عليه السلام سبعة ما الرسالة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لقوم عاد مع رسوله هود عليه السلام؟ الرسالة كانت إيه دعوة قوم عاد لعبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأصنام السؤال الثامن قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وضح كيف كانت دعوة شهيدنا هود عليه السلام لعبادة الله سبحانه وتعالى مع قومه من خلال الآية طبعا كان يدعوهم إزاي أولاد كأخ ناصح تارة يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم وقوة أجسانهم وما أنعم عليهم من جنات وخير وفير وتارة أخرى يحذرهم من عدم تقوى الله سبحانه وتعالى واتباع منهجه يبقى تارة مرة يفكرهم بنعم ربنا عز وجل ومرة يحذرهم من عذاب الله تعالى بعد كذا السؤال التاسع كيف قابل قوم عاد دعوة سيدنا هودا عليه السلام طبعا زي ما احنا عرفين استكبروا استكبروا وأصروا على كفرهم بدعوته واتهموه بالكذب وأنهم لن يعذبوا من الله سبحانه وتعالى ما كانوش مصدقين إن ربنا عز وجل هيعذبهم عشرة كيف عاقب الله سبحانه وتعالى قوم عاد على كفرهم أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ريحا شديدة أتت عليهم ودمرتهم تدميرا السؤال الحادي عشر ماذا نستفيد من قصص الأنبياء بنستفيد يا أولاد من قصص الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده أرسل الرسل والأنبياء عليهم السلام لهداية الناس ودعوتهم إلى الطريق المستقيم دواحد اتنين أن التكبر والغرور من الصفاء والكبرياء من الصفات المذمومة التي تؤدي بصاحبها إلى الهلاك تلاتة أن دوام النعم يكون بتذكرها وشكر الله سبحانه وتعالى عليها ودلوقتي يا أولاد بعد ما قرأنا الدرس وفهمناه نقرأ مع بعض الأسئلة النشاط الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد أرسل أرسل هود عليه السلام في قوم ثمود والقريش والعاد ممتزين قوم عاد سكن قوم عاد في الأحقاف ولا مكة ولا البادية الأحقاف برافو عليكم اللي هي جبال من الرمال ثلاثة أعبد قوم عاد ها الله تعالى ولا الأصنام ولا الشمس الأصنام أربعة اتشف قوم عاد بإيه بالرحمة ولا الكبر ولا الصدق ممتزين بالكبر خمسة أهلك الله سبحانه وتعالى قوم عاد بإيه بالطوفان ولا بريح شديدة ولا بالنار ممتزين بريح شديدة النشاط الثاني رتب أحداث القصة قصة سيدنا هود عليه السلام مع قومه من خلال فهمك للدرس نقرأ مع بعض الأحداث وبعضين نركتبها أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه هود عليه السلام إلى قوم عاد نجى سيدنا هود عليه السلام والذين آمنوا معه أرسل الله سبحانه وتعالى ريحا شديدة أهلكت قوم عاد رفض قوم عاد دعوة سيدنا هود عليه السلام لعبادة الله الواحد قوم عاد أول من عبدوا الأصنام بعد الطوفان يبقى أول حاجة حصلت إيه يا أولاد أن قوم عاد أول من عبدوا الأصنام بعد الطوفان اتنين بعد ما عبدوا الأصنام أرسل الله تعالى نبيه هود عليه السلام إلى قوم عاد ثاني حاجة طب ثلاثة إيه ثلاثة طبعا أنهم بعد ما سيدنا هود دعوهم لعبادة الله إيه اللي حصل عفوا ثلاثة أن رفض قوم عاد عبادة دعوة سيدنا هود عليه السلام لعبادة الله سبحانه وتعالى إيه الواحد طيب رابع حاجة نجى أرسل الله تعالى ريحا شديدة رابع حاجة طبعا أرسل الله تعالى بعد ما هم رفضوا الدعوة أرسل الله تعالى عليهم ريحا شديدة أهلكت قوم عاد كلهم خمس حاجة والأخيرة أن الله تعالى نجى سيدنا هود عليه السلام والذين آمنوا معه نيجي للسؤال اللي بعد كده النشاط الثالث بيقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا هود عليه السلام لدعوة ثمود إلى عبادة الله الواحد الإجابة إيه خاطئة ليه لأن ربنا عز وجل أرسل سيدنا هود فعلا بس مش لقوم ثمود لقوم إيه لقوم عاد اتنين نجى الكافرون بالله من الطوفان طبعا الإجابة خاطئة ثلاثة قوم عاد كانوا يسكنون الأحقاف بمنطقة قريبة من البحر باليمن الإجابة صحيحة أربعة كان قوم عاد أول من عبدوا الأصنام بعد الطوفان الإجابة برضو إيه صحيحة خمسة ذكر سيدنا هود عليه السلام قومه بأنعم الله وحده وحذرهم من عذابه طبعا الإجابة صحيحة ستة أهلك الله سبحانه وتعالى قوم عاد بريح صرصر عاتية الإجابة صحيحة نيجي للنشاط الرابع بيقول اقرأ الآية الكريمة أو الآية الآيتية ثم أجب عن الأسئلة قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجْلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون السؤال الأول من خلفاء قوم نوح كما نفهم من الآية الكريمة؟ خلفاء قوم نوح اللي هم من يا أولاد؟ طبعا خلفاء قوم نوح اللي هم قوم اللي بين إيدينا دلوقتي اللي هم إيه؟ قوم عاد طيب السؤال اللي بعد كده بيقول من النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم؟ وكيف دعاهم لعبادة الله تعالى وحده؟ طبعا النبي هو مين؟ سيدنا هود عليه السلام طيب وكيف دعاهم لعبادة الله تعالى وحده؟ كان بيدعوهم إزاي أولاد؟ كان يدعوهم وكان يدعوهم كأخ ناصح زي ما قلنا وكان يدعوهم كأخ ناصح ما كانش بيعنفهم يعني كأخ ناصح تارة يذكرهم بنعم الله تعالى عليهم تارة يذكرهم بنعم الله عليهم تارة أخرى يحذرهم من عذاب الله تعالى طيب بما أنعم الله عز وجل على هؤلاء القوم كما تفهم من الآية الكريمة ربنا عز وجل أنعم عليهم بقوة أجسامهم ربنا عز وجل أعطاهم نعم كتير أنعم عليهم بقوة أجسامهم وإيه كمان يا أولاد والبنين رزقهم البنين والأنعام والأنعام وبجنات وعيون ورزقهم بإيه أولاد بجنات وعيون طيب لماذا بعث الله سبحانه وتعالى الرسل عليه مسلامة للناس طبعا كلنا عارفين ربنا عز وجل بيرسل الرسل ليه ليدعوا العبادة إلى الإيه ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده إلى عبادة الله تعالى وحده وليرشدوهم إلى الطريق المستقيم ويعرفوهم الطريق الصح وليرشدوهم إلى الطريق المستقيم إلى الطريق المستقيم السؤال اللي بعد كده بيقول أكمل الجدول ثم أجب عن السؤال التالي وجه المقارنة سيدنا نوح عليه السلام سيدنا هود عليه السلام إلى ما يدعو سيدنا نوح وسيدنا هود طبعا سيدنا هود إلى عبادة الله الواحد الأحد هيبقى سيدنا نوح نفس الكلام لأن كل الرسل أرسلوا لدعوة الناس إلى عبادة الله تعالى وحده يبقى أرسل سيدنا نوح عليه السلام زي سيدنا هود بالضبط وجميع الأباق الأنبياء عليهم السلام إلى عبادة الله الواحد الأحد طيب الطريقة التي دعا بها قومه سيدنا نوح دعاهم بالترغيب بنعيم الله في الجنة للمؤمنين وتذكيرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم والترهيب من عذاب الله عز وجل إن لم يؤمنوا طيب بالنسبة لسيدنا هود الطريقة اللي دعاهم بها كانت إيه؟ طبعا يا أولاد زي ما احنا عارفين إن سيدنا هود عليه السلام كان يذكرهم بنعم الله عليهم يبقى نكتب يذكرهم بنعم الله عليهم بنعم الله عليهم وإيه كمان وقوة أجسامهم دي طبعا من نعم ربنا عليهم وقوة أجسامهم وما أنعم عليهم وما أنعم عليهم من إيه؟ من جنات وخير وفير وخير وفير وتارة أخرى يحذرهم من عذاب الله تعالى طيب رد فعل القوم بالنسبة لسيدنا نوح عليه السلام آمن به القليلون واستكبر وعاند الباقون طب بالنسبة لسيدنا هود عليه السلام برضو آمن به القليلون آمن به القليلون بالنسبة لسيدنا هود عليه السلام آمن به الأولاد القليلون واستكبر وعاند الباقون وعاند الباقون وليلين خالص آمنوا به والباقي إيه استكبر وكفر طيب ما مصير قومه بالنسبة لسيدنا نوح أهلك الله سبحانه وتعالى الكافرين بإيه بالطوفان طيب بالنسبة لسيدنا هود عليه السلام أهلك الله الكافرين بإيه بريح شديدة أهلك الله الكافرين بريح شديدة ده بالنسبة لمن يا أولاد بالنسبة لقوم سيدنا هود بريح شديدة نيجي للسؤال اللي بعد كده بيقول ماذا نستفيد من قصص الأنبياء طبعا يا أولاد نستفيد من قصص الأنبياء زي ما قلنا أن الله تعالى رحيم بعباده أرسل الرسل والأنبياء لهداية الناس ودعوتهم إلى الطريق المستقيم أن التكبر والغرور والكبرياء من الصفات المذمومة التي تؤدي بصاحبها إلى الهلاك أن دوام النعم يكون بتذكيرها وشكر الله عليها ودلوقتي يا أولاد أسئلة بسيطة عن السير والشخصيات اللي مرت بنا بيقول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد أمت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع حليمة السعدية قرابة ضراب عليكم أربع سنوات يبقى أربع سنوات اتنين الحجر الأسود هو نقطة بداية نقطة بداية ايه ومنتها ممتزين الطواف السؤال الثالث أهلك الله سبحانه وتعالى قوم عاد بايه ممتزين بالريح الشديدة نيجي للسؤال الثاني بيقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد قوم عاد أول من عبدوا الأصنام بعد توفان سيدنا نوح ممتزين قلناها وهي الإجابة الصحيحة اعترض رؤساء القبائل على تحكيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لحل مشكلة وضع الحجر الأسود الإجابة خاطئة بالعكس هم أمر بتحكيم سيدنا محمد عليهم ثلاثة عمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرعي ليساعد عمه ويخفف همه الإجابة طبعا صحيحة نيجي للسؤال الثالث أكمل الجمل الآتية بالكلمة المناسبة الأحقاف بركة مكانة كان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نقط عند قومه من قبل نزول الوحي عليه كان للنبي ممتزين مكانة عند قومه من قبل نزول الوحي عليه اثنين كان قومه عاد يسكنون الأحقاف بمنطقة قريبة من البحر باليمن ثلاثة حلت بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على حليمة وأسرتها نيجي للسؤال الأخير صل من العمود الأول بما يناسبه من العمود الثاني واحد أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا هود عليه السلام ها أرسله إيه إلى من يا ولاد إلى قوم عاد اثنين الحجر الأسود ها حجر من الجنة تلاتة كل الأنبياء عليهم السلام ها عملوا في رعي الغنم أربعة والأخيرة توفيت أم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سادسة من عمره وبكده يا ولاد أنهينا درس النهاردة ويا رب إن شاء الله تكونوا استفدتوا وشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر